حنال منصور عايزة عجنت الكريب زي المحلات تمام طيب نقول عجنت الكريب لكل كباية دقيق وصادها كباية مية عشان يقرمش معاك زي بتاع المحلات بالزبط كباية دقيق كباية مية هنحط ملح وهنحط فلفل وهنحط بضاية هنضربهم كويس قوي في الخلاط وهنا علشان يطلع معاك رؤية في حاجة معينة لازم تعمليها ان الخليط بتاعك لازم يكون خفيف بمعنى ان انا لما اخد منه وحطه في الطاصة اللي ما بتلزقش اوزعه بالطاصة يتوزع معايا على طول اما لو الخليط تقيل شوية فهتيجي توزعها تلاقيه بياخد سمك كبير شوية ما بيتفردش بسهولة وما بيبقاش رؤية تمام يبقى الخليط لازم يكون لحد ما سايل الكريب بيتعجن بمية علشان يقرمش معاك ويا سلام كمان لو رفعتي من الدقيقة وحطتي مكانها معلقة من النشا برضو هتديكي نتيجة هيلة جدا تمام